ترأس الفريق سمو الشيخ سيب بن زايدا لنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دبي اجتماعا لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية ومملكة البحرين والمملكة المغربية ومملكة إسبانيا ودولة إسرائيل وجمهورية السينيغال وجمهورية سنغافورة وجمهورية سلوفاكيا إلى جانب مملكة هولندا التي انضمت اليوم لهذا التحالف وتستضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة وصدر بيان الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف الأمني الدولي حيث أكد المشاركون أن الدول الأعضاء في التحالف ماضية في تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ومحاربة التطرف والراديكالية بجميع أشكالها وأدان البيان ما تعرضت له مجتمعات بعض دول التحالف الأمني الدولي خلال العام الماضي من تحديات كما أدان البيان بشدة الهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات مطع العام الجهري